طيب ازاي المصلحة تكتشف لقدر الله ان في شخص مش حسن انه تتب انه حط تبرعات كذا وكذا 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 هو لتبرع ولا يحزنه تمام بعد ما بتقدم الاكرار الضريبي يعني بعد ما حضرتك بتقدم الاكرار الضريبي بتبقى فيه مرحلة تانية اسمها مرحلة الفحص ايوة مرحلة الفحص دي بقى انا ببص على اكرارك الضريبي وبيبقى ليه دور الدور بتاعي ان انا اتحقق ان كل رقم حضرتك كتبته في اكرارك الضريبي ليه مستند يؤيده موجود عند حضرتك احنا دايما غالبا المشاكل اللي بتحصل بين الممول وبين مصلحة الضريب انه بتبقى فيه بيانات عند الممول في اكراره هو ما معهوش مستندات بشأنها فبنبقى احنا هنا قدام مشكلة انما لو انت عند حضرتك مستندات لكل رقم حضرتك كتبته في اكرارك لا خلاص انت اكرارك ده بيأخذ بيهو المصلحة واقولك حاجة تانية كمان ولا يجوز لمصلحة الضريب تعديل الاكرار الضريبي اذا كان مؤيد بمستندات ده القانون اللي بيقول كده القانون اللي بيقول كده طيب اخر حاجة بقى احنا كل ده شغالين ترغيب ترغيب ولا هنقول طلع ترغيب ولا ولا هسألك هيتعمل